تشهد الأسواق القديمة في سلطنة عمان منذ بداية شهر رمضان المبارك حركة تجارية نشطة لم تشهدها منذ عامين بسبب تفشي جائحات كورونا تفاصيل أكثر حول الأسواق وما تتميز به من طابع خاص في تقرير أحمد مبارك الدرمكي مراسل تلفزيون البحرين من سلطنة عمان الشقيقة الأسواق التقليدية في سلطنة عمان تتميز بعراقتها وبساطتها الكثير من الناس يجدون في أرجائها عبق الماضي والعفوية في عمليات البيع والشراء من 1950 موجودة هذه المحلات بالنسبة للأسواق الشعبية حمد لله ثبتت أمام المولات الكبيرة مع العروض الثانية في المولات الحمد لله الأسواق الشعبية ثابتة بقوتها الشرائية بالنسبة للإقبال الحمد لله أفضل عن السنوات الماضية عن السنتين الماضية بسبب انحسار كورونا وتزدهر الحركة التجارية بهذه الأسواق في شهر رمضان شهر الخير والبركات وتتنوع المناشط التجارية فمع بدء الشهر تنشط عمليات البيع في المنتجات الغذائية لا سيما تلك المخصصة للمائدة العمانية والتي تعتمد على أنواع من الحبوب والبقوليات وغيرها في حين تنشط مع نهاية الشهر عمليات البيع في منتجات ملبس العيد ومأكلاته هو سوق مطرح يعتبر من الأواء للسوق في سلطنة عمان هو يعني الوجه السياحي في سلطنة عمان يعتبر من الأسواق التقليدية معروفة معنا في عمان أما الحركة للسوق بأيام رمضان الحمد لله حركة جيدة جدا بخصوص أي وقات المساء بعد الإفطار بيكون حركة ما شاء الله طيبة جدا والملاحظ أن الأسواق خلال موسم شهر رمضان لهذا العام تشهد نشاطا غير عادي بعد انحسار جائحة كورونا ومن أهم الأسواق التي تشتهر بها سلطنة عمان سوق مطرح هذا وأسواق نزوى وصحار وصور وسوق بهلى والحافة بصلالة كما أن هناك أسواق ارتبطت مسمياتها بأيام إقامتها كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة لا تزال الأسواق التقليدية تحتفظ بنشاطها التجاري لا سيما في المواسم والمناسبات نظرا لما توفره من منتجات تتسم بالجودة والتفرد إلى جانب الأسعار التنافسية لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك الدرمكي سلطنة عمان